بداية لما نقول قراءتك للمشهد الانتخابي اللي موجود دلوقتي بدء التصويت منذ الأمس في بعض الدول وقدامنا بقى لمدة يومين التصويت للمصريين في الخارج شايف المشهد سي على مر التاريخ يختلف الزمان يختلف في المكان ويظل الشعب المصري هو بطل الحكاية الشعب المصري مش النهاردة بس ولكن الشعب المصري على مدار التاريخ ينتصر لوطن ويدرك المخاطر والتحديات المحيطة بهذا الوطن ما اختبرناش الشعب المصري في أي لحظة من اللحظات على مدار تاريخنا بكل ما فيه من أحداث إلا وكان هذا الشعب بالفعل لديه قدر من الوعي لكي يتصدى لكل ما يحاك ضد هذا الوطن من مخططات لما بنتكلم على هذا اليوم بنتكلم على بداية أول أيام الاستحقاق الثامن بعد صور التلاتين يونيو الشعبية العظيمة بنتكلم على شعب يتمثك بسوابت هذا الوطن ويتمثك بالمبادئ اللي هو قام بها أو أسس عليها مواقفه تجاه ما مر بالوطن من عواصف في الفترة من 2011 إلى 2013 على مدار هذه الاستحقاقات المختلفة سواء الاستحقاقات الرئاسية أو الاستحقاقات البرلمانية أو الدستور والتعديلات على الدستور هذا الشعب أثبت أنه يستحضر الوطن ويضع الوطن أمام عينيه لما بنتكلم على المشاركة السياسية لازم نتفهم أن دي آلية من الآليات التي يعبر بها هذا الشعب عن رغبته في تحديد مستقبله صحيح وشكل النظام الذي يرغب أن يعيش به واضح اختيارات الشعب طول السنوات السابقة أنها تنصر الوطن لما بنتكلم على هذا اليوم والبدايات مباشرة جدا على مدار طبعا إحنا بنكلم على مواقع جغرافية مختلفة وعلى زمن مختلف ولكن الحضور واضح منذ اللحظات الأولى طيب هو الشعب المصري بيعمل إيه الشعب المصري يمارس حقه الذي كفى له الدستور ده الرقم واحد الرقم اتنين هو بيدعم الأمن والاستقرار طب هو دعم الأمن والاستقرار مهم مهم جدا للدولة المصرية في هذه اللحظة ليه؟ لأن احنا لو بنتكلم على أي استراتيجية تنموية دي رقم ثلاثة بنتكلم على أي رغبة في جذب استثمارات بنتكلم على رغبة في جلب تمويلات إلى الدولة المصرية لازم نتفهم أنه محدش هيجي استثمر محدش هيجي يحط فلوس علشان يعمل مشروعات غير لما يكون واثق أن هذا الوطن يتمتع بالاستقرار الكامل والأمن الكامل لإستثماراته طيب هذا المشهد يدعم هذه الصورة هذا المشهد يدعم هذه الصورة ليه؟ لأن كل مواطن بينزل هو حريص على أن يظهر أنه جزء من كل يمارس حقها والذي كافل هو لها الدستورة الصورة كاملة بتقول للخارج والداخل أننا بصيغ مستقبلي بإيدي النظام السياسي الذي سينتج عن هذا الاستحقاق ستكفل له هذه المشاركة الوسعة الشرعية اللازمة للتواجد في الساحة الدولية الكلام ده بجد أهو الكلام ده بجد إحنا دولة حواليها تهديدات إقليمية وتهديدات دولية لكن هذه المشاركة بتؤكد للجميع أن هذا الشعب ملتف حول دولته أي أن كان اختياره وشكله عمل إزاي ولكن هذا الشعب يتمسك بصناعة مستقبله ومن ثم إكساب النظام القادم الشرعية الكافية من أجل التواجد في الساحة الإقليمية والدولية بالفعالية المطلوبة لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر